لا تغيب مؤسسة حياة كريمة عن كل ما يهم المصريين مسلمين ومسيحيين وفي إطار دورها المجتمعي شاركت المؤسسة بالغربية الإخوة الأقباط فرحتهم في عيد القيامة المجيد وذلك بكنيسة الشهدة رفقة وأولادها الخمسة بقرية صنباط مركز زفتة بيشرفنا السنة دي مؤسسة حياة كريمة أن هي موجودة في وسطينة مبارح قدموا واجبات طازة للناس اللي هم المحتاجين واللي هم غير قادرين على عمل الفطار ويتوزع فعلاً عن طريق الكنيسة توزعت الحاجات دي للمحتاجين فهم شاركونا في العيد السنة دي فرحانين جداً النهاردة بأجواء العيد المختلفة عن كل سنة معنا مؤسسة حياة كريمة شاركتنا فرحة العيد زي حضراتكم شايفين الرسم على وشوش الأطفال وبلونات وشوكولاتات وهدايا العيد صراحة العيد مختلف في السنة دي جداً ومشاركة للأطفال في فرحتهم حرص متطوع حياة كريمة على توزيع الحلوى والهدايا على الأطفال كما ساهموا في الفقارات الفنية والغنائية والثقافية التي أقيمت على مصرح الكنيسة قرية صنباط يا قرية من قرية حياة كريمة اللي كان عمل فيها كل خدمات البنية الخوطية والتحتية النهاردة كمان بنكمل مشوارنا مع أهلينا وبنكمل فرحتهم وبنكمل إحنا كمان فرحتنا وسعادتنا في وسطول يمكن لما قالونا نحن هنحتفل بي كمؤسس حياة كريمة مع أهلينا الأقباط زي ما كنا بنعمل مع أخواتنا المسلمين سواء في رمضان أو في عيد الفطر أو عيد الأطحى إحنا برضو على مدار اليومين عملنا وجبات ساخنة حوالي 1250 وجبة هنوصلهم لأهلينا اللي هم الأقصر استحقاطاً النهاردة طبعاً هنحن جايين لشارك إخواتنا الأقباط ونقولهم كل عام وأنتم بخير وسعادات ونزلين النهاردة بكافة الأمشطة بتوزيع البلالين توزيع الشوكولاتة بالرسم على وجوه الأطفال عشان فطر أن احنا نفرحهم أهل قرية سباط يحرصون على مشاركة إخواتهم الأقباط بفرحة العيد والقدوم للكنيسة للتهنئة إحنا بنشكر حياة كريمة حبيباً أن هي بتتعب معنا في هذه الأيام وربنا يعود تعب محبته الحياة بتتعبه كتير وربنا يبارك في حياته أبونا أسحاق كاه الكنيسة الشهيدة رفقة هنا بصنبار الأعياد بتاعتنا بتعتبر أعياد مشتركة كلها ما يتوقعش في حاجة للمسيحيين لا نقول لها أعياد للمصريين يعني الحمد للهرب للأمين يعني إخوة المسيحيين من اليوم بقولك ما تعاملنا معاهم مفيش أي غضاة بينهم والمبعض وتحاول كتير أو الحمد للهرب للأمين تخطط كل العقبات التي عدت على مصر والحمد لله أنا أقول تحية مصر تحية مصر تحية مصر التناغم في نسيج المجتمع المصري تتجسد أبهى صوره في مظاهر الاحتفال حيث تربى الجميع على الاحتفال بالأعياد سواء الإسلامية أو المسيحية